وفي التطورات الميدانية للحرب في أوكرانيا أسقطت القوات الجوية الأوكرانية 53 من أصل 56 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم على عشر مناطق الليلة الماضية وتركزت على العاصمة كييف بحسب ما أفدته السلطات الأوكرانية وأفدت رويترز بسماع دوي انفجارات عالية فيما بدأ أنها منظومات دفاع جوي تقوم بعملها كما لفتت القوات الجوية الأوكرانية إلى مقتل شخصين في أوديسا أمس بعد أن أطلقت روسيا صاروخين باليستيين من طراز اسكندر أم عليها فيما دمرت القوات الأوكرانية صاروخا موجها من طراز كي اتش 59